أعرب نادي سعد جابر الطالب بكلية الشريعة بجامعة الأزر عن سعادته بعد فوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم لذوي الهمم ووجه نادي سعد الشكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بإقامة تلك المسابقات العالمية واهتمامه بذوي الهمم في تلك المسابقات شاركت في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم التي أطلق عليها اسم فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف وزارة الأوقاف المصرية وحصلت فيها بفضل الله على المركز الأول في فرع زوي الهمم نشكر السيد الرئيس على رعايته الكريمة لهذه المسابقة وبطبيعة الحال الدولة المصرية لابد أن تقيم مثل هذه المسابقات لأنه عهد عنها أنها دولة التلاوة فكون هذه المسابقات تقام إلى الآن هذا خير دليل على أن مصر لا زالت راعية لقراء القرآن الكريم إلى الآن وأنا بفضل الله عز وجل حفظت القرآن الكريم منذ سن مبكرة وأنهيته وأنا في الصف الرابع الابتدائي وبعدها بدأت مشواري مع الأحكام القرآنية والقراءات وبفضل الله عز وجل شاركت في العديد من المسابقات وحصلت فيها على مراكز متميزة